أعلن صندوق النقد الدولي صرف 820 مليون دولار للحكومة المصرية ما يعادن أولى الحزمتين من برنامج المساعدات الممنوحة في نهاية عام 2022 وصدق مجلس إدارة صندوق النقد على صرف الحزمتين بعد تأجيل لعدة مرات كما وافق صندوق النقد على التمديد الذي أعلن عنه في مطلع الشهر الجاري بقيمة 5 مليارات دولار ليصل حجم قرض الصندوق لمصر إلى 8 مليارات دولار إلى ذلك أبدى صندوق النقد تفاؤلا بارتفاع النمو في مصر العام المقبل إلى 4.4% مقارنة بنسبة 3% للعام الجاري